مع بدء كل موسم شتاء يرتفع الطلب على الغاز لدواع التدفئة والطبخ وغيرها ومع انعدام كهرباء الدولة وارتفاع فاتورة الموالدات الخاصة وعدم جهوزية نسبة كبيرة من المنازل بوسائل التدفئة التي تعمل على الحطب أو المازوت من المرجح أن يتضاعف الطلب أكثر فهل ستبقى المادة متوفرة لتغطية الاستهلاك المحلي؟ بالشتة ما فيك ما تستعمل للتدفئة بزيد الطلب أول شيء صار فيه شفقه على الغاز لأنه انت اليوم ما يتسخنه ما فيك تستعملها على الكهرباء لأنه الكهرباء أول شيء صار الغالي وما فيه كهرباء وتاني شيء فطورة الموتور كلنا بنعرف أنت كل العالم عم تعاني كمان ما فيك تهط بدأت تلتجي العالم على التدفئة على الغاز أنا بطم من اللبنانية ما يخافوا هاي دي المادة موجودة وما فيه أي قطعة لأنه الشركات اللي بتستورد عطول الخزانات عم تكون ملياني وهلأ كله بيبلش يعب خزاناته للموسم الشتة سعر قرورة الغاز وصل إلى حدود المليون ليرة لبنانية في وقت يحتاج فيه المنزل الواحد في شتاء إلى قرورة جديدة كل أربعة أيام ما يعادل ثماني قوارير شهريا تتروح كلفتها الإجمالية بين سبعة وثمانية ملايين ليرة فهل باستطاعة رب الأسرة اليوم تأمين حاجته من الغاز مع تآكل قدرته الشرائية؟ اليوم عندك 20% تحت خط الفقر يعني عم يشتغل على الطبخ يعني هيدا ما فيه له على مطعم ما فيه يطلب ديليفيري هيدا بيزيد كمان أنت كل ما بتستعمل الغاز كل ما عم بتزيد المصروف فما رح يتأثر المواطنين لو شو ما صار بده يروح يشتري غاز بدي يقوم حتى بكرة بالساعة ما فيه ما يدور دفاية هلا قطعنا بفترة قبل صار كل ثلاثة بيوت يقصموا لأنينة الغاز يعني يخلص طبخها تنقل ع تاني بات ع نفس الأدنينة وقتها غليت وطلعت دولار وكذا بتقطع بأمور يعني المواطن بيتأثر أكيد أكيد بيتأثر وخصداً بيتأثر من السعر كمان يعني اليوم ما توخزني اللي بيبقى عم يقبض ستة سبعة مليون اللي بده يدفع مليون دي راح أقنينة الغاز إذا بده ثلاثة إقنانة راح ما عاشه عرفت أكيد بيسي في تأسير بس ما فيك تعب دي لأنه هي دي مادة حيوية كلنا بنعرفها بكل بيت موجودة هاجس وحيد يراود القايمين على قطاع الغاز يتمثل في تهافت المستهلكين إلى تعبئة قوارير الغاز في نفس الوقت أي عند ذروة العاصفة أو موجة الصقيع لذلك تمنوا البدء بتجهيز قواريرهم من اليوم لعدم التسبب بإفراغ مخزون الغاز لدى الموزعين لكن هل سيؤثر الطلب الكبير المتوقع على السعر؟ يعني دائماً بالشتي المزوط والغاز بيطلع بتلاقي أنت مثلاً البنزين ما طلع ولا ليرة طلع المزوط طلع الغاز لا لأن بلش فيه الكميات الناس كلها بالعالم يعني بصيروا يشتروا هاي الكميات ويخزنوا لأنه بيعرفوا أنه بدي يصير فيه طلب كبير هلأ نية نحن بنستورد بلبنان وبتعرف نحن نتأير بسعر البلاتس العالمي يعني نحن لم يغلى بره بده يغلى هون طبيعي السهلاك الغاز اليوم انخفض مقارنة مع سنوات ما قبل الأزمة وتحديداً بعد إيجاد مصادر بديلة وانتشار أنظمة الطاقة الشمسية في الكثير من البيوت وإذ يعول القايمون على القطاع على موسم واعد للسهلاك الغاز خلال شتاء الحالي قد يضطر أرباب الأسر بالمقابل إلى إنفاق النسبة الأكبر من رواتبهم إن لم نقل مجملها على تأمين هذه المادة لأشهر متواصلة ترجمة نانسي قنقر